السلام عليكم. مرحبا بكم معي من جديد في قناتي. كنتم تمنى تكونوا بخير على خير ونقصكم حتى شي خير. اليوم غدي نوجد معكم واحد جوج دي الوصفات لديل التهن دي الخبز. هكا الفطور دي الصباح او لالقوتي مهم مع الخبز مع الرغايف كي يجيو لدات. الوصفة الاولى غدي نصوبه بديل نوتلا او لشوكولاتة التهن اللي غدي نحتاج لها على بركتي الله نص لتر دي الحليب كامل تسم. اربعة ديال بيسكويت ديال جولدن او لا اي بيسكويت جاف. عندي واحد طابلات ديال مروخة. وفيها ميا وخمسين جرام. وغدي نزيد خمسين جرام من هاد النوع ديالشوكولاتة اللي كيكون بالبندق. بالنسبة لنوع الشوكولاتة كتستعملوا اي شوكولاتة بغيدو. انما هو مني كتكون شوكولاتة نوعية جيدة. فراه المداق كيختلف. غدي ناخد ديك نسترو ديال الحليب غدي نديرو كيفيد. وهنا غدي نجي باش نوزن خمسين كرام من ديك شوكولاتة اللي بالبندق. انا اعتمت هنا لما جوريتي او لغالبية شوكولاتة كان مروخة. 8 ديال مروخة راه معروف 10 دراهم يعني كتبقى في المتناول. بالنسبة للبيسكويت فراه درهم الواحد. وحنا عارفين 8 ديال الحليب يعني هنا ارى ما كانت عداوش واحد 25 درهم. وكان صاوبوا واحد لوبو اولا واحد القرعاء اللي هي كبيرة تبارك الله ديال باديل النوتالا. من بعد ما فاضليا الحليب غن ناخد هادوك البسكويت ديالي كما كتشوفو. وغادي نبدأ بحلا كنفتتمو مفصاشي. وكنديرهم على داك الحليب وهو ساخن. باش كيساعدهم انهم يدوبوا. غادي نديرهم كاملين اربعة. هنا ممكن تديروا بسكويت ماريا او لا تديروا جولدن. مهم واحد فيهم كي يجيوا زوينين. غنقطع ديك الشوكولات احتها هي. تقدرو تديروا غين واحد ديالشوكولات. تقدرو تديروا بديل شوكولاتة اللي هو غالا او لا ماكاو كيبقى لكم الاختيار. انما إلا خدمتوا عود بماروخة مع هادا ماداق كيجي زوين. كان بإمكانكم انكم تخدموا بشوكولاتة احسن فرا غايكود ماداق اخر. احنا غادي نضيف جوج ديال المعالق ديال الكاكاو نوعية جيدة. فانا كنناخد العبار ولكن كنناخد نوعية جيدة. يعني في عوض ما غناخد مثلا ذاك الشوكولاتة اللي كيكون اللون دياله اسود. او لا ذاك بودر الكاكاو اللي كيكون اللون دياله اسود. وماداق تقريبا ما فيهش كيكون غير مر. فمن الافضل انني ناخد نصف ديال الكيمية ويكون ماداق مميز. اللي غادي يزيد ليال ماداق او لا يعطيني البنة في الحلوة ديالي او لا في اي حاجة كان صعوب. من بعد ما خليتهم يعني خليتهم واحد خمسة دقائقة كاك حتى ارطابوا بدك الحليب اللي سخون. خليت اللي بغا ميكسخ او لا تقدروا تديروا كل شي في مولينيكس. وطحنوا. دابا غادي نحيد اللي بغا ميكسخ وغادي نضيف معلقة صغيرة ديال الزبدة حيوانية. باش كتعطيني حتى هي ماداق وكتعطيني واحد اللمعة البادي الشوكولاتة ديالي او لا النيتلا ديالي. موانا اسميتها نوتلا وكني يرى ماشي نوتلا. وموا هنا كان اعرفو ليداتنا شنو كاياكلو يعني ما كينش مواد حافظة. ما كينش الويل دو بالم. ما فيهاش بزاف ديال المكونات اللي متره بالصحة. كنناخد ديك الكاسخول مع ديك الزبدة كنديروه من فوق النار. ما كملاش واحد خمسة دقايق. ما يمجوش دقايق ثلاثة دقايق. بيدما كيتجانسو ليه وكادوب ديك الزبدة صافي وكنزولهم من فوق النار. ما يخصوش غلالينا الخليط باش ما يتحرقش. هنا غادي نعاود نطربو بلوبغا ميكسر باش كيتطلق ليهام زياد. وكيكون شوكولات ديالي واجد. كناخد قرعة ديال الجاج كتكون مع قمة من طبيعة الحال. وكنعمر فيها هاد شوكولات ديالي. بالنسبة لهاد الكمية هادي را كتعمر ليكم. يعني داك القرعة ديال نيوتايلا الكبيرة ديالت تقريبا الكيلو. انا عمرت هاد القرعة هادي. واللي تبقى ليه فنزلتو في واحد الاناء على هاد الشكل هادا. وشوفو كيفاش كييجي. هدا رادي مسر عليكم الفيديو. ولكن راه كييجين مادق ديالو رائع. هادا ضروري انكم ديروه في تلاجة. الوصفة الثانية غا نحتاج ليها رابعة ديال اللوز ورابعة ديال الكوكاو. جوج معالق كبار ينعمر مزيان ديال العسل. يكون تا هو نوع جيد. وزيت الزيتون اولا الزيت البلدية. كتاخدي يعني اي رابو انت تتحني فيه يكونك يتحن مزيان. يلا كان عندك رابو صغير فكا تقسمي الكمية على جوج او لثلاثة على حساب الروبو ديالك. غا نضيف ديك جوج معالق ديال العسل. معالق تكون بومبي. وبالنسبة اللوز و الكوكاو فراني محمراهم يعني را حاجة بينا ان انا غادي نحمراهم. سوف نديرهم في الروبو وغادي نطحنهم مزيان. الآن قياس ديال الزيت انت تتحكمي فيه يعني بغيتي هاد املو ديالك يجيك عاقد شوية فاركت كتافي بواحد جوج حتى الثلاثة ديال معالق ديال زيت الزيتون. انا هنا راني درت سبعة ديال معالق تقريبا موايما درت عيني ميزاني ولكن يعني تقريبا سبعة ديال المعالق ديال الزيت زيتون. بالنسبة للناس اللي عندهم التغمو ميكس فرغادي ديروا فيتاس سبعة او لا سرعة سبعة مدة ديال دقيقة ونص وغادي يطحنوا هاد المكوينات كاملة. وانتر تان فا كنحبسو الروبو ديالنا وكنضيفولو الزيت يعني في الاول تحناهم ودابا غادي نضيفو الزيت باش كنزيدو نعلكوهم ونتحصلو على داك القوام ديال املو. الوصفة صحية ما فيهاش مكونات دزاف كتعطينا كمية ما شاء الله يعني غيري لما بغيناش نصابو هاد الوصفات لوليداتنا. يعني كيبقاو ما كاملاش حتى مية درهم تحصلونا على قرعة كبيرة ديال املو. يعني ربع ديال اللوز وربع ديال كوكاو والعسل وزيت زيتون ارا ما وصلش يعني خمسين درهم. وكذلك بديل شوكولا حتى هو ارا ما وصلش يعني خمسين درهم. انا اعطيتكم ماكسيموم ارا مية درهم غادي تكفاكم في هاد المكونات. ارغي لمشينا شرينة املو اولا شرينة نوتيلا فنوتيلا كبيرة احنا عارفين انها دابة حاليا في الاسواق وصلة لثمانين درهم. او بالنسبة الاملو فرحته وتمانو بين. هدا هو القوام ديالو. مهم دابة هنا كان العشية. داك شعليش كيبان لكم اللون ديالو غامق. لانو كانت بتسكت تحت الماء. بالنسبة للتكستور ديالو انا درتها هكاية جارية القوام العادي اللي كان عرفو ديال املو. ولكن مضاقو صدقوني راه رائع. الناس اللي ما بيمكنهاش تدير اللوزة ممكن انها تكتافغي بالكوكو. ولكن ضروري يكون الكوكو البلدي. هدوه مجوج وصفات ديالي شوكولاتة الدهن. واملو منزلي رائعين واقتصاديين يدوزو لك شهر. هاد الشوكولات ضروري تحتفظي بيه في تلاجة. مخصوش يبقى على بره. لانو اللي بقى على بره فرغة ديالغمال ويفسد بما انه فيه الحليب. وفيه يعني البيسكوين. ضروري ما اننا نديروه في تلاجة. كانت متنا الوصفات يكونوا اعجبوكم. خليولي لايك وتعليق. با. ترجمة نانسي قنقر